انتبه اشقال انتبه اشقال اليوم بين لبنان وبين الامارات عم تكون موجود شو hass شو ببيروت شو بالامارات تتحسين كانو هيك الامارات سرقتك منّها شوي زيابى؟ الامارات هي بلدة هذه الأوليدي يعاشين ببلدهم بالامارات لية؟ لأنificات الأول Farad is if this is the place of for coal بلد العدل بلد القانون الوالي بده قانون وعدل راحة نفسية بلد المستقبل بلد التطور هايدي اللي هاي'و التركيب تلاقيها عند قيادة حكيمة بالامارات بتلاقيها بالامارات ولادة يعني أنا شجعتهم أن يعيشوا بالإمارات أول شيء بعدين حبوها أكتر مني أنا طول عمري مغروم بالإمارات هلأ أولادي حبينا أكتر ما أنا بحبها بعد وعايشين هناك وأسسوا أشغالهم الحمد لله كما تعرفوا في دولة الإمارات قاعدة تعطي في إقامات ذهبية لعدد من الناس خاصة المشهير وفي سؤال رغب علامة هل أخذت الإقامة الذهبية وإلا الجنسية نسمعه شنو إيجابته؟ لشك أنه عدد كبير من النجوم حصلوا على الإقامة الذهبية والإعلاميين والشخصيات الفنية لكن بالكواليس يحكى أنه رغب علامة تم تمييزه تم تقسيصه بالجنسية الإماراتية قديش هيدا الحديث مضبوط اليوم معك الباسبور الإماراتي؟ أنا بعتز اعتزاز غير عادي أني أنا اليوم أنتمي إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل أو بآخر أنه رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد وحاكم اللي بيحكمني بدبي الحاكم المتطور الحاكم العظيم الشيخ محمد بن راشد هذه القيادة هي قيادتي بتمثلني قيادات بلدي هون بلبنان لا تمثلني أنا من يمثلني قيادة الإمارات العربية المتحدة بس ما شوفتني شواب واضح على سؤالي واضح تقريبا يعني مضبوط لما يكون في شيء يعلن من الدولة الإمارات العربية المتحدة أنا بعلن لكم هي بس أنا أفتخر وأعتز أني أنتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهنا في اللي غيزو سوسيو في لبنان انقسموا بين ناس معاه وبين ناس ضده يعتبروا مش معقول يحكي على بلاده هكا ولكن زادا كنراو فنانين كيما رامي عايش اللي كتب فما غنية هي غنية راغب علامة تقول يا حبيبتنا يا بيروت شو صار بالدنيه فكتب المطلع هذي اللي هي غنية راغب علامة أشكرك وأتمنى أن كل أصدقاءنا الفنانين ما يسكتوا علي ساير ببلدنا وما خافوا من كلمة الحق لكن للتوضيح أنا ما خانني التعبير لا بل اللي بقلبي أكتر من هيك بكتير وما قلت كل اللي بقلبي خصوصا بعد الدمار اللي عم نشوفه بلدنا الجريح بسبب الفساد السياسي ونعرف الفساد السياسي الكبير الموجود في لبنان كيف كيف الصحفية الشهيرة نضال أحمد هي قالت حملة الحقد الغبي على السوبر راغب علامة تعبر عن أهلها وعلى الناس اللي يحكيوا هذي أنا نعرفه نعرف شرفه ووطنيته نعرفه من عام 83 مش من اليوم راغب علامة اللي يحكي زادة في نفس الحوار هذي على الفساد السياسي اللي عيشته لبنان وأنه الكلم هذي وقتلي تقال على خاطر بالحق الناس اللي قاعدين يحكموا مشكلة كبيرة فيهم ومشكلة زادة في الانتخابات الإخرانية أنهم الناس والناخبين عودوا خرجوا نفس الطبقة السياسية اللي كانت قامت عليها الثورة والانتفاضة في لبنان وعملوا المظاهرات متع كلهم يعني كلهم ولكن في الاخر عودوا انتخبوا نفس الناس أنا بدقول للناس رجعوا انتخبوا نفس الناس اللي قاطعين عنهم الكهرباء رجعوا انتخبوا نفس الناس اللي سرقوا لهم مصرياتهم رجعوا انتخبوا نفس الناس يلي سرقوا فوق الأربعمائة مليار رجعوا انتخبوا نفس الناس يلي منعين عنهم الدواء والحياة شو بد يقول بد يلوم الزعيم الزعيم شايف الناس هيك بده للأسف وبعدين هو نظام انتخابي هيك يعني اليوم أنا من الأشخاص اللي ما بنتخب بلبنان ليه لأنه فارديني عليك ليستة بدك تحطها مثل ما هي لا يا خي أنا في هيدا حرامي ما بدي حطه في هيدا أزعر ما بدي حطه في هيدا مجرم ما بدي حطه بدي شحته ممنوع تشحت يعني عاملين نظام وسخ ما رح يعني يوصلك إلا إلى يعني دولي على المستوى السياسي وسخة ولا هذي كلموا على بلاده والناس اللي قاعدين ينتخبوا فيهم في لبنان للأسف كلم فيه برشا صحيح كان حكاية زادة على سعد الحريري رئيس الحكومة السابق واللي تربطوا بيها علاقة كبيرة وكنا نشوفوه ديما دعم ليه في كل انتخاباتي ترشح لها سعد الحريري أنا علاقتي مع الرئيس سعد الحريري علاقة صداءة كبيرة أنا عمل له عرصه لما كان بعده يونغ وأنا كتير بيختلف معه بكتير إشياء بالسياسي لما كان وهو أنا بهني إنه فل لأنه احترم حاله فل مش إنه حدا من الهول اللي سيرقوك وبدلوا نقاعدين وبعدهم وبينزلوا وبيضحكوا وبيطلعوا التلفزيونات كأنه شاءا لم يكن لأنه المزود عحسابنا الكهرباء عندهم بالمستشفى ما فيه كهرباء عندهم بالأسورة فيه كهرباء يعيب الشوم على هيك حبكين ولا دونك مش أول مرة راغب عليهم ما يتمنى رؤساء الدول العربية أخرى تكون هي تحكم في لبنان من كثر الفساد اللي خرب البلاد نسمعوه أقبل مع زوز حكام عرب أخرين وأشكر المملكة على الدعم الدائم اللي قدمته للبنان للشعوب العربية بشكل عام دايما خير المملكة كموجود بكل العالم نحن اليوم بلبنان نحن اليوم بلبنان نعيش حركة فورة الشباب والصبايا لقوا أنه هذا الفساد يلي كنا دايما نقول نتمنى بدنا حدا زي سمو الأمين محمد بن سلمان يجي يصف وإجا ربنا أنا عم عليكم الرئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة فتخدم عشر سنوات إلى الأمان حيجني بوم إن شاء الله يجي لنا رئيس زي الرئيس الرئيس أمارد دونك هذو كلمو على رؤساء آخرين على بلاده ما ممكن لكلام يجيب له برشا انتقادات وكلام لقال نتوقع أنه كي بشي جيل تونس بشيقول شخص كير على رئيس كيم رئيس قيس عايض يمشي جزائر يقول شخص كير على رئيس كيم رئيس الكلام هذية ممكن ناس تنقضوا عليه وتعتبروا ماهوش وطني ولكن في نفس الوقت ساعات تنجم تخزر لها من زاوية أخرى أنه برشا فساد في بلاده وكيما احنا هنا في تونس ناس تسكن على الحدود قالت مش ناخد الجنسية تتفكرها في برشا احتجاجات على حكومات سابقة مش نمشيوا للزاير مش نمشيوا ما عادش حاشتنا بتونس فوقت اللي البلاد تغلب عليك برشا ووقت اللي فهم برشا مشاكل وبرشا فساد وما تتحسنش وضعية بلادك تمشي بالتوالي حتى لعندك لكهرباء ولا ماء ولا حد شي فهل الممكن نتفهموا كلام النوع هذية ولا لا بيه يا دا دا في 30 ثانية بعد سؤال اخر 30 ثانية بيه هو 30 ثانية شوية ولكن برشا حاجات أثارها أولا أنه يشكر البلاد اللي هو مقيم فيها ولا أنه هو عنده جنسية متاحة في تقديري مسألة طبيعية أنه رأوا معتها اللي ياخد جنسية بلاد مش يخذع على الورق معتها أنه يصبح مواطن وبالتالي من حقه أنه يعلن على فخره أنه يكون فيها النقد اللي وجهه النظام السياسي في لبنان برشا في محله نحب تذكر أنه النظام السياسي راه نتاج للحرب الأهلية بين الطواقف في لبنان ولهذا كان لسول كمبرومي اللي قاوه في اتفاق الطاقف واللي من بعد للأسف واللي براهم طاعة الطواف هم اللي مستفيدين منه وهذاك علاش النظام قاعد يجدد في روحه بالطريقة عيدة حاجة أخيرة أنه معناتها في علاقة بالوضع فما نسيت شكون اللي كان يقول أنه معناتها الوطن ليس فندق نغادره حين تسوق الخدمة دونك أنه يختار يعيش في بلاد أخرى مسألة طبيعية برشا ناس تهجروا يعيش في بلاد أخرى ولكن ما يجبش يكون السبب متاعه هو فقط أنه لا يعمل خدمة سيئة لنا نمشي نشوف وتي لآخر خير في تقديري هذه النقطة الوحيدة اللي ما انتفقش فيها في كلام متاعه في 30 ثانية الأخرى لقاعدة يد نقطة تعاودت الانتخابات عطات نفس المشهد هل يمكن هذا يحصل زادا في تونس صعيب لأنه فما توجه أنه مش بش يكون نفس النظام الانتخابي في لبنان عملوا انتخابات بنفس النظام الانتخابي القديم اللي هو قايم على الطائفية أكثر منها مسألة قوائم لأنه كان مجاش يقوم على الطائفية كانت النتائج حتى بالقوائم تعطي نتائج مختلفة احنا في تونس يبدو أنه الدستور بش يتبدل النظام الانتخابي بش يتبدل دونك صعيب أنه نوقعوا نفس المشهد هو آينشتاين تعافوا شنو قالو قال من الغاباء تكرار نفس التجربة في نفس الظروف وتوقع نتائج مختلفة معقول معنا برسمي تسامل من الغاباء وقتها دونك إذا كان ليش وصلنا لأخر الحسن